اشتركوا في القناة والحمد لله رب العالمين والصلي وسلم على محمد عبد الله وعلى آله والصحبه ومن وله وتبع الله اليوم دينا بعد حياكم الله والأخت الكرام من المشاهدين والمشاهدات عبر قناتكم الرائدة قناة إثراء وعبر هذا اللقاء المتجدد عن كيفية استقبال الشهر رمضان المبارك تحدثنا عن أمور كثيرة واليوم إن شاء الله رح نتحدث نتحدث على عن الحرص على الواجبات وعلى الفرائض والمستحبات وكذلك البعد عن المكروهات شفتوا شون الحين يعني أنا الحين أنت صايم فلابد أن تؤدي الفرائض كلها يعني بعض الناس يصوم وما يصلي ما يصير بعض الناس يصوم وكل يصلي فيه البيت أيضا ما يصير يعني أنت أنت فيه رمضان يعني راح إن شاء الله تصلي الفرائض الخمس الفجر والظهر والعصر المغرب العشاء ثم أيضا تؤديها في المسجد هذا المكان الطاهر يعني المكان الذي تشهده الملائكة المكان الذي اجتمع فيه عباد الله سبحانه وتعالى الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في بيوت إذن الله أن يذكر في اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلههم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله إذن إذن الناس رغم ظروفهم ومشاغلهم وواجباتهم الدنيوية لكن مع ذلك لم ينسوا الواجبات الدينية ها ما نسوا الواجبات الدينية الفرائض والواجبات وأيضا المستحبات كي يزدادوا من الخير وكذلك البعد عن المكروهات لأن تعاطي المكروهات وكذا أيضا مدعاة إلى الوقوع في الحرام ترى ليس بين المكروه والمحرم إلا شيء بسيط يعني خيط رفيع فأنت لا تماد في المكروهات كذلك المباحات لا اتماد فيها لأن فعلا كثرة استعمال المباح قد تودي بك إلى الوقوع في الحرام سبحان الله لأن أيضا أنتم عارفين يعني المباح لو أنا أبي ألعب لعبت أزين اللعب مباح لكن لعبت ساعة أو ساعتين زين أذن دخل وقت الصلاة كذا ما تصلي ليش لأنك لاهي بلعبتك لاهي بجهازك لاهي في البرنامج اللي أنت ما يصير أيها العبد المسلم يعني لا تخلي هذه الأشياء تحول بينك وبين الطاعة وأداء الفرائض وأداء الواجبات يعني الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يأتي بي الفرائض هذا أهم شيء أنك تأتي بالفرائض فشلون أنت نمن التماد في المباح هذا التماد في المباح قد أعمى عينك وقد حرمك وقد منعك من الطاعة لا والله اللعب اللي وراء معصية وراء ذنب وراء تقصير بأهم واجب من واجبات الدين وهو الصلاة لذلك ما نبيحنا في رمضان يعني ما نعلاقة في بيت الله سبحانه وتعالى لازم شهود الجماعة الجمعي والجماعة لا تنسون صلاة الجمعة وصلاة الجماعة لا تصلونها إلا في المسجد اللهم أكثر المساجد في الكويت حفظها الله هذا البلد الطيب عندنا مسايد كثيرة والحمد الله وأقلبها قريب على البيوت والله الحمد فالحجة قائمة عليك ما انت عمي الله يحفظ لك أبصرك ولا انت مثلا مكسح أو مثلا عاجز عن المشي فانت صحيا زين الحمد الله يعني تبصر وتمشي فإذا كان الأعمى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة عمي ومطر وطين وغيلة مع ذلك النبي عليه السلام عندما قال له إذا قال تسمع النداء قال نعم قال فأجب ما قال لا والله أنت حرام أنت عمي والعميان يعني مرفوع عنهم كذا لا 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 بالأكس يعني شوف عمي مع عصاته يحصل لحد يقوده يبشك على صلاة الجماعة يطلع من بيتها بعصاتها للمسيد وانت يلي تشوف يلي بصحها وعافية مكبر المخد ولاهي ومحروم الله العظيم من أجر عظيم عظيم فأنت أسرفت على نفسك لا تلوم إلا نفسك نفسك الوحيدة التي بحاجة إلى توبيخ إلى محاسبة لا تتساهل معاها النفس لا تتساهل معاها وخلك شديد عليها علشان تروضها تروضها على الطاعة وغصب عليها التعلم على الحرص على الجماعة انت لازم تروح وانت في قمة السعادة دعاء الخروج من المنزل وكل خطوة بحسنة والثانية يعني تبحث عنك سيئة وبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة فانت ما شاء الله من الحريصين على الصلاة الجماعة فارمضان مدعاة إلى الحرص على صلاة الجماعة وأيضاً يعني 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 أنا أقول حق الناس اللي مو حريصين على الصلاة الجماعة ترى رمضان فرصة على الصلاة الجماعة أنا أبيك تحس هالثلاثين يوم شلون أنت تقريباً أغلب الفروض قاعدت صليها في المسيد فأنت يعني فأحسست باللذة وأداء الواجب وسويت شيء حلو وشيء جميل وأدي الطاعة يعني رائعة وركم من أركان الدين فهذا مدعاة إلى التعود خلاص ما نبي إذا خلاص رمضان تهجر المساجد ما يزري يا جماعة حسافة يعني وين الخير العظيم وين الفرحة والوناسة والسرور والراحة اللي أنت كنت تحس فيها والسعادة ليش يعني رب رمضان هو رب باقي الشهور فخلاص يعني مهما كان يعني الشهر خذيت لي دورة تدريبية شهر كامل وأنا أمشي إلى المسجد أو أروح بسيارتي إلى المسجد فخلاص ليش ما تشر هذا يشر أمر هذا عندي كل يوم أسوي خلاص تعلمت على المسجد إذا صليت في البيت أحس بضيجة أحس أني مات أني صليت فاهمين عليه يعني يعني فعلا جرب صل في البيت وصل في المسجد صلاة في المساجد لها فضل عظيم وطمأنين وسكين وراحة لا يحس بها إلا المصلون الحريصون على الصلاة الجماعة ومحروم منها بعض الناس الذين ألهتهم الحياة الدنيا والله يا جماعة لو نراجع أنفسنا شنو الشي اللي يسوى اللي يألهاني عن الصلاة والله جماعة سمحوني أشياء يعني ما تسوى فعلا ما تسوى يعني على الإسعاف أو على المطاف أو كده لا يعني فهذا الوقت اللي يقول مثلا شي مثلا يعني يعني أمر طار لكن الحمد لله أمورك طيبة ما عندك لا حريق ولا عندك كوارث ولا عندك زلازل ولا عندك أي مانع طبيعي أو زيل عن الصلاة فأنت أنت أنت عليك الحرز على أداء الواجبات والفرائض فالله الله من الصيام الصحيح بأركانه بشروطه بواجباته ومستحباته والبعد عن مكروهاته فحتى يكون صيامك صيام مقبول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به كما قال صلى الله عليه وسلم ويعطيكم العافية وإزاكم الله خير إلى هنا نصل وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام فعالياتنا وأنشطتنا نلتقي بكم في حلقات مقبلة لكم مننا أجمل تحية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر